بسم الله الرحمن الرحيم لقد تحدثنا في حلقات سابقة قديمة حول مسألة وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري وهل هو حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية يعني فرضية خيالية وهمية لا حقيقة لها وقد مضى علينا أكثر من ألف عام ونحن نختبر هذه الفرضية وأثبت التاريخ عدم صحتها وكل يوم من أول يعني عندما افترض بعض الناس أنه المام الحسن العسكري عنده ولد وهذا ولد مختفي وسوف يظهر هذا في أواصل القرن الثالث الهجري قبل 1200 سنة تقريبا فقالوا يعني عنده ولد ولكنه مختفي وسوف يظهر خلال عشر سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة وظلوا كل يوم يأجلون الموعد إلى سبعين سنة ولم يظهر هذا الشخص فكفر عامة الشيعة الذين آمنوا بوجود هذا الإنسان كفروا بهذه الفرضية الوهمية الخيالية اللامعقولة تساءلوا لماذا هو غائب قالوا خوفا من قتله لأنه هو الإمام الأخير وإذا قتل فسوف تنقل بالدنيا وتسيخ الأرض طيب ذهب العباسيون وضعفت دولتهم وانقرضوا ثم جاء الدول الشيعية الدولة البواهية دولة صفوية القاجارية دولة ولاية الفقه الدولة الديمقراطية اليوم بالعراق وشيعة الإمام الذين ينتظرونه بالملايين أصبحوا فلماذا لا يظهر ما هو السر؟ لأنها نظرية غير حقيقية فرضية وهمية فكل يوم يبحثون عن سبب سابقا قالوا أنه خائف أن يقتل الآن يقولون والله ما نعرف العلم عند الله وأدلة إثبات وجود هذا الولد انقسمت إلى ثلاثة أنواع النوع الأول الأحاديث اللي كان يصنعوها الأحاديث من فبركة قال فلان قال فلان قال روى فلان عن فلان عن فلان بكل بساطة يعني واحد يمكن يختلق لها كذا أحاديث وهي غير معتبرة حتى عند من يقول بها عند الشيخ الطوسي يروح يسأله يقولكم هذا الأحاديث يعني يعني نعرف أنه الكذابين رويها وناس يعني دجالين بس يعني باب المعاضة نجيبها طيب شنو دليلك يا شيخ الطوسي على وجود هذا الولد للإمام العسكري لسواته إمام وسواته معصوم وسواته غائب وهو المهدي المنتظر كيف أعطيتها الصفة لهذا الإنسان اللي أنت ما تعرفه يقول الشيخ الطوسي أن الدليل الأقوى عندنا هو الدليل العقلي يعني إحنا ما عندنا لا دليل روائي قوي ولا دليل تاريخي طيب كيف يمكن بالعقل تثبت وجود إنسان يقول يعني شنسوا بعد هاي فرضياتنا نظريات الإمامة تخرب إذا إحنا ما قلنا ما افترضنا وجود ولد الإمام العسكري وقلنا أنه موجود ومستمر بالحياة يعني كل الحكي معنا وكل هالجدال والنقاش كله يروح بوش ما في فائدة طيب ما أنت لما تريد تثبت وجود إنسان غير أبوه يقول أنا عندي ولد نعرف أمه منه هي عشيرته أهل بيته يعرفون أنه هذا عنده ولد مثلا في العامه كان موجود خاصة طفل صغير يقولون بعد مئة سنة طبعا أول شي ما كان يقولون أحد شايفه بعد مئة سنة يجي الشيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري يقول أنه والله القابلة رأته طيب القابلة من هو هاي القابلة والعمة الإمام الحسن العسكري شنو اسمها؟ خديجة خديجة ولا حكيمة يقول والله ما أدري خديجة ولا حكيمة نعرف فد وحدة المهم قابلة زين هاي القابلة شلون شافت هذا الولد متى قاة يعني شهدت أولادته يقول حسب رواية الشيخ الصدوق بعد مئة سنة شوفوا شلون اللعب والدجل والتزوير على أهل البيت يقول بعد مئة سنة وعم فلان 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 ناس كذابين ودجالين ومجهولين ما أعرفوا منهم مئة سنة كم جيل هذا؟ أنه هذه الإمام الحسن العسكري فاليوم قال لعمته حكيمة خديجة سمندر مهم قال اليوم راح يجينا مولود فتعجبت هذه حكيمة قالت له من هو الحامل من نسوانك؟ أو جواريك؟ قال لها فلانة من هو السهاي فلانة؟ همات من أعرفه؟ نرجيس، سوسن، سقيل، كذا خمسين اسم عدها من أعرف من هي لنضايع الشغلة وما أحد ما يقدر يثبت المسألة طيب قالت له شو هذا مو حامل المرأة؟ ما شوف عليها أثار الحمل قال له لا هي اليوم راح تولد فهي مصدقة هاي المسكينة القابلة راحت شافت هاي المرأة وقامت تحترم محترام زائد فتعجبت هذه الجارية جارية هي محتقرة أساسا قالت له عجب انتي قاعد قدمين حذائي تحطيه قدامي عامليني كأنني سيدة وأنا جارية قالت له مو انت راح تولدين اليوم هاي من ضحكة المرأة؟ قالت له منين أولد؟ أنا أصلا مو حامل هاي رواية اللي يرويها الشيخ الصدوق وينقلها الشيخ الطوسي والآخرين انقلوها السيد الصدر ومعدر منه ينقلوا نفس القصة عايش اقروها روحوا شوفوا اقروها رسالة ضحك جدا حقيقة قال لي طيب قالت له أنا مو حامل مو واحد حامل سالة تسعة تشهور قال الدورة مقاطعة عندها ومثلا تشعر ألهم الحميل وبطنها قال أي أثر ما علي ما علي من أثر الحمل زين يا بي قال لا راح تولدين قال شون اولد أنا اسم مو حامل لا راح تولدين اليوم انتي فظلت هاي المرأة القابلة على الساس المفترضة اللي هي مند الحكيمة ولا خديجة ولا واحدة ثانية وهي عمة العسكري ولا واحدة بالتاريخ أيضا ما نعرف ما عندها عم اسم خديجة أو حكيمة إمام العسكري قالت له زين ظلت تنتظر ماكو خبر عن ولادة إلا قريب الفجر فهاي المرأة اللي صدقت على الساس القابلة قالت له حسن عسكري ماكو وين ولادة ماكو هاي نايمة المسكينة وماكو خبر عن ولادة فقل له لا هي بس فكرت فكرت الإمام العسكري قد ألم غيب ففتهم بسرعة أنه هاي قاعد تفكر شنو قال له لا لا شكيني اليوم راح يتلد هاي المرأة قالت له خلنا نشوف نامت المسكينة قريب الفجر صلت وصلت الليل ونامت وشاف الطيف شافت بالمنام أنه هذي المرأة ولدت لما قعدت من النوم وين الولد هذا هي شافة طيف مو حقيقة بالطيف شافت ولد الإمام الثاني عشر قلت له زين وين هذي ويقع والله ما لديه وين طار اجوا طيور ولقفوا هذي الولد وراحوا يعني الصبح لا المرأة مولدة ولا هذي شافت أحد قالوا الطيور أخذه وراحوا اقروا اقروا اكتابي شيخ صدوق اكمال الدين واتمام النعمة شاف القصة كنت تضحك قصة اسطورية فيلم فيلم هندي مسويه بالطيف بالمنام واحدة شافت أنه ولد في الإنسان وقعت الصباح شافت كل أثر مائلة ما موجود وبعدين ورا كم أسبوع أربعين يوم شافت فت رجال واقف هناك قالت له هذا من هو رجال؟ قالت على سلمي عليه قالت له من هو هذي تسلم عليه الرجال؟ قال هذا هو ابني اللي ولد قبل أربعين يوم قال شنون رجال كبير صاير ما أدري ممكن شايفة هماتين وهذا أنا ولد ذاك اليوم قال لا إحنا ما كل أسبوع نكبر بقدر شهر وكل شهر بقدر سنة بسرعة 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 هذا كبر فد شي منطق لا يعرف هو أحد من ألماء الإسلام ولا من أئمة أهل البيت منطق ضحك منطق اسطوري مع الغلات غلات مجانين صنعونا في أسطورة وركبوها علينا زين شنو آثارها الآن؟ هذي القصة باختصار حشت لكم باختصار الآن سواء مولود ولا مولود موجود ولا موجود شي همنا يعني الآن ليش احنا ننبش بالتاريخ؟ فالشي قبل 1400 سنة فد مجموعة ناس قالوا فالشي قالوا فلان عنده ولد وراح غاب الولد وما شافه أحد من ذاك اليوم إلى الآن الموضوع مو هو نفس الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكري الإمام اليوم أدنا مراجع وذول المراجع صار مدة طويلة يقولون ما يصير واحد يسوي دولة وحكومة وثورة ومقاومة كل هذا باطل ميجوز حرام كل راية صموا آذانا بهذا الحديث اللي قد ما رددوه صدقوني أنا قبل خمسين سنة دخلت بالحوزة سنة سبعة وستين يعني واحد وخمسين سنة صار دخلت بالحوزة وقبل ما أدخل بالحوزة قد أسمع هذا الحديث أنه كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت هذا الحديث موجود في مقدمة الصحيفة السجادية أقرأ صحيفة مكتوب هناك زين يا باش نسوي سام بحثين جايين قال لا ما علينا علينا أن ننتظر حتى يطلع صحب الزمان فكر سلبي مخدر ألف سنة نومونا ودمرونا وهمشونا وطيحوا حظنا ألف سنة انتوا انتظروا لستوان أي شيء ممنوع حرام لا يجوز حتى لمن السيد الحمد باقر الصدر رحمة الله عليه أسس حزب الدعوة قالوا لها ممنوع حرام لا يجوز ممنوع حرام لا يجوز لا يوجد دولة ولا ثورة ولا شيء وقعد أسكت فالرجال هم بطل بسرعة فخاف من المراجع اللي قاعدين بالنجف بطل من حزب الدعوة بعدين الآن بعد ألف ومتين سنة اجي في الواحد اسمه الإمام الخميني قال هاي شنو هالفكرة هذي احنا نبعد ننتظر الإمام المهدي بكن بعد ملايين سنين ما طلع إذا كان موجود فإحنا شنسوي هسه خلي إحنا نقوم نسوي دولة قام نسوي دولة على نظرية ولاية الفقه نسوي دولة بعدين جماعتنا بده جاف فكوا عيونهم قالوا هاي زين والله خلي إحنا نسوي ديمقراطية ديمقراطية كانت حرام ذاك اليوم هسه صاد ديمقراطية حالات وعدنا المراجع السيد علي السستاني حفظه الله قال والله يجب أن يصبح ديمقراطية كلها جيدة ويجب أن يقوم بعمل دستور ويجب أن يقوم بعمل ديمقراطية وانتخابات وحكومة مدينية لا يريد حكومة دينية ولا حكومة إسلامية هذا ليس العبارة يقولها بيان قبل أيام وصدر قالوا يريد حكومة مدينية لماذا الشابة؟ لأن في العراق لدينا مسيح ودينا يهود ودينا شوعيين ودينا ملحدين ودينا سنة وشيعة وعرب وإكراد وطرقمان وصابة أو مدرشين وفها الحكومة الإسلامية متريد إمام مهدي إذا أجه اليوم افترض موجود حكومة ديمقراطية حكومة مدنية المرجع الذي يعتبر نفسه نائب عن الإمام المهدي غير ما يقول له ذاك المنيب هو يسمع كلامه ويسويه لو من كيف يصرف الموكل الذي يوكله سوى نائب إليه غير هو يعمل بالوكالة مالته لو هو يفتب كيفه شلو ما يريد يا بزين كبير النساء هو مو موجود حتى يوكله ولا ينيب أحد أم هما افترضوا نفسهم نواب عن الإمام المهدي فعنده صارت فشي صار عندنا اسم المرجعية المرجعية الدينية هاي مقدسة مو معصومين فوق المعصومين هما أكثر من المعصومين هو المرجع هذا كأنه كلامه كلام الله وبالتالي هو قال لي جوز زيني أحسن تبارك الله فيك وشكرا جزيلا على هذا النظام السواتي الان وخلص بعد ما راح ننتظر الإمام المهدي يعني انتظار سلبي نقعد صعفنين وننتظر هو يجي زيني الحكومة المدنية انت تقعد تقول حكومة مدنية الحكومة مدنية ليش كل يوم تدخل بها فرد مرجع وفرد شيخ وفرد معمم وفرد واحد من داخل ومن خارج كل يوم واحد جاي يطي توجيهات وتتعليمات انتخبوا هذا لا تنتخبون هذا انتخبوا ذولا لا تنتخبون ذولا هاي القائمة زينة هاي القائمة مزينة ليش وخلي الامور تمشي إذا انت صدق تؤمن بالعملية السياسية المدنية الديمقراطية خلي العملية هي تاخذ طريقة وتمشي ليش كل يوم تدخلين بها نقولك احنا نواب الامام المهدي زين مفتهمني انت ناعب الامام المهدي وقلبت عليه وما عادت تسمع كلامه ولا تنتظره ولا تشترط لا الاسمة ولا الناس ولا السلالة في الامام في الحاكم اي واحد تنتخبوه يصير حاكم عليكم يا خالب فكرة كلش حلوة كلش عظيمة بس ليش تقعد يومية انت لابس امامه وجبه وعبايه وكذا وتجي تدخل بالعملية السياسية انا ما وجيه كلام شخص واحد شريحة من المجتمع شريحة من ذول المعممين شوفوه يوم كل يوم طالع واحد بالتلفزيون ولا صاعد بمبر انتخبوا ذولة لا تنتخبوا ذولة انتخبوا القائمة لا تنتخبوا القائمة المجرب لا يجرب شنسوي بعدين سوي ثورة على النظام هذا انقلبوا كله خلي هاي عملية سياسية تمشي عدل تمشي بطريقة ليش تدخلون فيها كل ساعة الغريب الغريب حتى اليوم بعض الناس اللي هما من من المتاحف جايين جايين من المتاحف وجايين انظرونا يعني شلون خلي اقرالكم في التعليق من التعليقات الأخ علي الأنصاري الأخ علي الأنصاري يعلق على هذا الموضوع معنا اليوم انهما علاقة دماء مهدي بالعملية السياسية الديمقراطية جايب لي حديث ماذا منين جايبة؟ المه هو يقول جايبة من اثبات الهدات الجزء الواحد صفحة 115 لا 116 دا ينسف نظرية الشورى والديمقراطية يقول الناس ما يمكن انتخبوا واحد زين ما يفتهمون هما الأنبياء ما قدروا انتخبوا واحد اخوش عدمي النبي موسى لما نختار سبعين واحد وذهب الى مقاة ربه وطلعوا دولة سبعين واحد مو شخوا شوادم سئلوا الله قالوا له المساءلين الله جهرة فإذن الاختيار باطل إذن شنسوي ذي أبي ما يخالف وياكم هذا الذول المنظرين ما لنظرية الإمامة ان الإمامة بالنص من الله تعالى ما يصير واحد يجي هو يختار الإمام زين يا أبي ديمقراطية مو زين حرام وكلش مو زين الديمقراطية زين انت شو تريد تسوي الان يا أخ علي الانصاري شو يفكر بكلامك اني نقلت النياء الآن أنا أقراركم إياه وشوفوا الكلام وطبعا ينسبه علما للإمام المهدي من هو هذا اللي شاف الإمام المهدي وروع عنا الرواية وهو طفل صغير أمره أربع خمس سنوات وهو غلام صغير في حياتي أبيه يعني أمره سنتين ممكن ثلاثة زين وديت فلسف حول نقد نظرية الشورى ويثبت نظرية الناس أقراركم الحديث فقط حتى شوفون شون بعض الناس يعني يتمسكون بعض الأفكار من دون ما يستوعبوها من دون ما يفتهموش دي يقولون هل التنصيب بيد الله أم بيد الناس في حديث طويل سأل ما أعلم منه مجاب اسمه هو سأل الإمام المهدي وهو غلام صغير في حياتي أبيه الحسن العسكري هو لما توفق يقولون شعامر خمس سنوات يعني شكت أمرا كان سنة سنتين ثلاثة من جاء الله أعلم فقال أخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم ليش نقول الشورى باطلة والديمقراطية مجوز والديمقراطية حرام قال عليه السلام اللي تنتخبوه مصلح أم مفسد قلت مصلح طبعا مصلح ننتخبه قال فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحدهم ما يخطر ببالي غيره من صلاح أو فساد يقول بتم راح تعرفوه وذا اختارته فد واحد أسبالكم زين هذا مصلح وطلع مفسد فاسد قلت بلى ممكن قال فهي الألة التي أوردتها لك ببرهان يثق به عقلك أخبرني عن الرسل الذين استفاهم الله وأنزل الكتب عليهم وأيدهم بالوحي والأصمة إذهم أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى عليهم السلام هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا هم بالاختيار إذا هم راضي يختارهم فد واحد أن تكأ خيرتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن ممكن هذا الشيء ولا مو ممكن أن النبي موسى مثلاً أو النبي عيسى يروح يختار فد واحد وهذا يطلع منافق موزياً فاسد يطلع هذا ممكن لا مو ممكن قلتوا لا ما يصير قال هذا موسى كلم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لمقات ربه سبعين رجلاً ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين طلعوا ذو المنافقين سبعين واحد فحتى نبي موسى ما قدر يختار فد واحد زين قال الله عز وجل واختار موسى قومه سبعين رجلاً لمقاتنا إلى قوله لن نؤمن لك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةً فأخذتهم مصاعكته بظلمهم طلعوا الله قالوا دب عليهم مصاعكة موتهم فلما وجدنا اختيار من اصطفاه الله للنبوة واكعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أنه لا اختيار إلا ممن يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر يعني فقط الله اللي يختار لنا الأئمة وبعد ذلك إذن فنظرية الناس هي صحيحة ونظرية الشورى والانتخابات والديمقراطية عقلاً ونقلاً هاي باطلة ميجوز هاي ثقافتنا هاي ثقافتنا كانت تقول ألف سنة وحتى الآن غريب هذا الأخ علي الأنصاري يعني هو الآن عايش بظل نظام ديمقراطي ودينظر لي ضد الديمقراطية ودينظر للاختيار طيب وين الاختيار شون يمام الحسن عسكر توفى وقال ما عندي ولد قال قال ما عندي ولد مو ما قال نص قال يا بترنا ما عندي ولد زي وين راح وين راح النص فإذا هاي النظرية باطلة نظرية النص باطلة بس احنا ضلينا متشلبين بياسار ألف سنة نقول احنا ما يجوز ننتخب واحدة خاف اطلع مخوش عدمي خلي طلع مخوش عدمي ابل الانتخابات لك عادما نغيره اذا كلش خربت نسوي علي ثورة نطلع مظاهرات بالشوارع هذا النظام الديمقراطي النظام الديمقراطي يقولك يمكن تختار واحد وينقلب عليك هو يخاف من عندك اذا انت منتخبع صدق يعني يخاف بالانتخابات القادمة ما تنتخبع فيقوم مش عادل على كله فهذه مشكلتنا مشكلتنا ادنفت فكر سلبي مخدر فكر باطل فكر مثالي خيالي شوفوا هذا الان الحديث الجايب طبعا كذب هذا لا شايف الامام مهدي ولا سالة جايبت واحد من ذول المنظرين اللي يفكرون ينظرون لنظرية الامامة فمركب لحديث على الامام المهدي ونقل لك الامام مهدي يقول ممنوع الاختيار وممنوع الانتخابات وممنوع الديمقراطية وما يجوز الديمقراطية هو النبي موسى اختار له سبعين واحد وطلعوا مخوشة واديم اشلون الان نجي رح ننتخب النا واحد ايه هذا السستاني ما قاري هذا الحديث اشلون يقولنا تعال سووا دستور وسووا انتخابات وسووا ديمقراطية شوفوا التناقض اللي عندنا في فكر قديم السستاني انا اعتقد سووا ثورة على الفكر الشيعي ثورة على الفكر الامامي كلها تركها على صفحة وقالت على سوى ديمقراطية لا نائب الامام المهدي ولا يؤمن بالامام المهدي يمكن اذا يؤمن بالامام المهدي هذا كلام المهدي لا يسوي ديمقراطية الظاهر السيد السستاني لا يؤمن بالامام المهدي يقول مثلا القاعمة الفلانية ما اريدها طب هو ما يحتي وما يتكلم ما ندل منه وكلاء خاصين وكلاء عامين عنده سفراء عنده سفراء شون سفراء اربعة السيد السستاني عنده اربعين سفير الان اربعين سفير عنده كل واحد يتكلم شكل ومتناقضين كل واحد ضد الثاني فهذا الفكر الامامي احنا في ازمة فكرية مخربطين ما نقدر نعرف شون نبني بلدنا خلنترك كل كلام هذا كل الكلام نتركه لا امام مهدي ولا نسب فراء اربعة ولا مراجع ولا وكلاء عامين ولا خاصين ولا نواب ولا هم يحزنون احنا خلي بعقلنا بالقرآن ما مكتب شيء عن النظام السياسي الله سبحانه وتعالى تركه النظام السياسي للناس والعقل البشري تطور العقل البشري كله تطور الى ان افضل نظام للحكم نظام الديمقراطي مو النظام العسكري يجرب نصر دامحسين تعتين اربعين سنة جربنا انظمة ملكية من قبل كلها انظمة فاسدة النظام الديمقراطي هو افضل نظام بس خلي احنا نطبق عدل ان الشعب يكون واعي ومثقف وهو يختار النواة بملء ارادته مو تجي توصيات من هالشيخ ومن هالمعمة من هالزعيم انتخبوا فلان لا تنتخبون فلان هالقائمة زينة وذلك قائمة مو زينة والحاسد بيناتهم يخاف قائمة تفشل يقوم يضرب القائمة الثانية يسبهم يشتمهم يشكك فيهم كذا حتى يسقطهم حتى هو يفوز بعدين مين خالف هذا مسموح بالعملية الديمقراطية بس لا تقول هذا من الله لا تقول انا كلامي كلام الله وانا اقولكم هذا يجوز وما يجوز وهذا حرام وهذا حلال لا خلوا الناس انتخب براحتها وبعاقل شافوا نفسهم اخطأوا في انتخاب بعض الناس بالانتخابات ما ينتخبوهم بحريتهم انت ليش تدخل انت يا معمم يا مرجع يا سيد سستاني ليش تدخل بالانتخابات شو خاصك بالانتخابات ما يصير انت بأمامتك تدخل وبالتالي باسمك وبلقبك وكذا المرجع الاعلى وتضرب فرد جماعة هذا ما يصير مو عدل هذا خل الناس هما في انتخابات في حرية في دستور ادنى في قانون في برلمان وصلنا قوانين وسمح اللي في الناس ينتخبون ومين ينتخبون وهي متروكة للناس هاي مو مسائل شرعية حتى تجي تفتي بيها وكل ساعة نطلع لك فتوى جديدة وتتنصع المعدها وما ندري الفتوى تطلع منك ولا من المكتب مالك ولا من ابنك ولا من جماعة آخرين برا وجوه ما ندري منين يعني احنا لازم هذا النظام السوينا لازم نطوره لازم نحافظ عليه لازم نرشده اذا بي اخطاء نصلح الاخطاء مو ننعفس ونضرب وننفسد بهذا النظام وندم وراء السيد السستاني هو اللي اسس هذا النظام الديمقراطي هو قال روح وسوه دستور وسوه انتخابات بها ايدا اليمنى ليش بيجا كليستر تجي تهدم هذا النظام تدخل بالنظام بصورة غير طبيعية وغير شرعية ما يصير ولنا حديث اخر عن المرجعي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته